السلام عليكم اخواني و اخواتي اعزائي الكرام ان شاء الله في هذه الحلقة سنتناول موضوع عن الطلاب الذين يريدون الذهاب للدراسة في بلجيكا طبعا في هذا الفيديو ايضا سنتكلم باللغة العربية لان سيكون هذا الفيديو مواجه للمغاربة ولكل العرب قبل ما بدأوا في الموضوع قبل ان نبدأ لا تنسوا لاحجاب بهذا الفيديو الدليل الشامي لدراسة في بلجيكا كل ما تحتاج معرفته عن التقديم الدرجة في بلجيكا هل ترغب في تجربة الحياة الطلابية في اوروبا تحديدا في قلب اوروبا هل تبحث بلدا متنوع بما تعديد التقافات واللغات ليكونوا وجدوك الدراسية ان كانت اجابتك نعم فان بلجيكا هي الخير الامتل والانسب لك وفيما قال اليوم سنضع بين يديك الذليل الشامل للعيش والدراسة في بلجيكا اول شي سنتكلم عن المعلومات عن بلجيكا بلجيكا هي دولة صغيرة تستقر في قلب اوروبا حيث تحددها كل من المانيا فرنسا لكسنبور وهولندا عاصمته بروكسل عدد سكانها يلحق احدى مليون ونصف مليون نسمة المساحات كلية 30.699 كم مربع لغتها الفرنسية والولندية والالمانية العملة اليورو عدد الطلاب الدوليين يلحق الى 41 الف طالب مميزات الدراسة في بلجيكا لماذا بلجيكا بالتحديد؟ ما الذي يميزها عن غيرها من الدول الاوروبية؟ وما هي المميزات التي قد تدفعك الاختيار بهذا البلد كوريسي الدراسية؟ اليك بعض منها اولا بلجيكا هي بلد متعدد ثقافات سيشعرك العشور والدراسة في بلجيكا بانت تتجول في اكثر من دولة اوروبية في وقت واحد وذلك بسبب تأثر هذه الدولة بالثقافات القريبة التي توحيط بها وانعكاس ذلك على كل جوانب الحياة فيها بدءا من العمارة والفن والموسيقى ووصولا الى مطبخ البلجيكا الشهير المتنوع ثانيا فرصة لتطوير المهارات اللغوية بالاضافة الى تنوعها التقافي فان بلجيكا تتمتع بتنوع تنوع اللغوي متميز ايضا انها واحد من الدول القليلة جدا التي تمتلك ثلاث لغات رسمية الفرنسية والهولندية والالمانية كما ان المسأسة التعليم تولي اهمية كبرى لتطوير المهارات اللغوي الاجنبية لدى طلابها الدوليين اذا انقررت الدراسة في بلجيكا فهذا يعني ان امامك فرصة كبيرة لتتعلم اللغة جديدة اضافيا او تطوير مهارتك في اللغة تعرفة اصلا ثالثا مستوى حياة المتميز تشتهر بلجيكا بامنها وارتفاع جودة الحياة فيها بدأ من نظامها الصحي المتميز على مستوى العالمي ووصولا الى مطبخ اللذيذ ليس هذا وحسب هناك الكثير مما يمكنك فعله القيام به في بلجيكا مثل التمتع بالطبيعة الغلابة الاستمتاع بالقلاع والقصور العريقة فضلا عن النشاطات المتعددة التي يمكنك القيام بها في مختلف المدن الطلابية مثل بروكسيل وانتوربن يعني اونفكس بالفرنسية في الواقع صنفت بروكسيل من المرتبة 38 عالميا ضمن افضل المدن الصديقة للطلاب رابعا نظام تعليم مرموق يعد نظام تعليم العالي في بلجيكا واحدة من اقوى وافضل انظمة التعليم في العالم حيث تزخر البلاد بالعديد من الجامعات المرموقة التي تحتل مرات متقدمة في التصنيفات العالمية اضافة الى توفر طيف واسع من البرامج والتخصصات التي يمكنك ان تختار منها من ما يناسبك كل ذلك باسعار مقبولة وتكاليف منخفضة نسبيا مقارنة بدوات اخرى حول العالم افضل الجامعات في بلجيكا جامعة اللوفان الكاتوليكية جامعة توخينت غانت اونيبرسيتيت الجامعة الكاتوليكية في لوفان الجامعة الحرة في بروكسيل فري اونيبرسيتيت بروسل الجامعة الحرة الفرنسية في بروكسيل اونيبرسيتيت ليفغد بروكسيل هذا هو افضل خمس جامعات في بلجيكا تكاليف العيش في بلجيكا بالصوفيكات طالبان دوليا في بلجيكا ستحتاج الى انفاق ما مقدله تمانية الى الف يورو شهريا هذا بالطبع الذين لا يعرفون بلجيكا الذين يجبون بلجيكا فقد هذا المربلغ يكون فقط ضعف دافت المبلغ البحث عن سكن العيش بمفردك سيكون اغلى سعران خاصة في مدينة بروكسيل حيث تتراوح ايجار الشغع ما بين 600 و 800 يورو لكن التقديم تكون اقال في المدن الاصغر مثل خينت او لوفان بالنسبة للمواصلات والنقل فلن تحتاج الى دفع اكثر من خمسة يورو شهريا بفضل القصومات الطالب الطلابية اعتمادا على التخصص الذي تدرسه ستحتاج الى قرابة خمسين يورو شهريا لتغطية تقليف كتب والنفقات الدراسية بالنسبة للطعام والمستلزمات والنفقات الاخرى المتعلقة باحتياجك الاساسية فسوف تحتاج الى حوالي 300 يورو شهريا لتغطيتها نتكلم هذا عن الطلاب الجدد الذين يعرفون وعالذين يعرفون سيكون هذا تكلف قلب كثير من هذه تكلف دراسة في المنطقة الفلماغانية تبلغ تكلف دراسة في الإقليم للناطق بالهولندية حوالي 940 يورو لأوروبيين وما بين 940 يورو الى 6000 يورو سنوين للطلاب الدوليين وفي المنطقة الوالونية من 835 يورو الى 4175 يورو بالنسبة للمنح الدراسية في بلجيكا تتوفر عدة من منح الدراسية للطلاب الدوليين الراغي منها في الدراسة في بلجيكا حيث انها تغطي جميع الدر دراجات الجمعية باكالوريوس ماجستير ودكتورة وتقدم من قبل قطاعين العام مرخاص على حد السواء من اشهر المنح الدراسية المتوفرة في بلجيكا نذكر الهاتي اولا منح التعاون التقني البرجيكي بلجيان تيكنيكال كوربوريشن شخول أرشيس وهي مجموعة منح دراسية من مجلس التعاون التقني بلجيكي لطلاب دراسة العليا ماجستير ودكتورة وكذلك الرغمين في التحاق بفرصة تدريب العملي في بلجيكا والثانية منح فلير للتدريب والماجستير توفر هذه المنح فرصة للدراسة في بلجيكا لمغاربة سواء كان طلابا أو مانيين حيث يمكنهم التحاق بإحدى الجامعات في الإقليم الفلماني الناطق بالهولندية للدراسة الماجستير أو حضور تدريب تقني في مجال تخصصهم ثالثا منح إيرازموس للماجستير وهذا برنامج يتيح للطلاب من مختلف أنحاء العالم التحاق بإحدى الجامعات الأوروبية للدراسة الماجستير حيث يمكنك اختيار بلجيكا تواجد دراسية ضمن برنامج إيرازموس تغطي المنح كافة تكاليف السفر والدراسة والإقامة وهي متاحة للطلاب الدوليين من كافة أنحاء العالم يمكنك معرفة المزيد عن التفاصيل المنحة وشروط تقديم من خلال زيارة الموقع برنامج إيرازموس الرسمي كما تستطيع قراءة مقاولين حول كافة تقديم لمنح إيرازموس على التعلم رابعاً منح جامعة خينغ للبحوث الدكتورة وهو برنامج لتمويل الباحثين عن دول نامية يتيح لهم الصفر إلى بلجيكا وإزراء جزء من بحوثهم فيها جامعة خينغ خامساً منح ماستر مايند ماستر مايند شخول لارشيبس تقدم مزارة التعليم الفلمانية في الإقليم الفلماني في بلجيكا منح دراسية للطلاب الدوليين من كافة أنحاء العالم ورغمين في الاتحاق بدرجة الماجستير في إحدى الجامعات البلجيكية في هذا الإقليم خطوات تقديم إلى الدراسة في بلجيكا بعد أن وقعت احتيارك على بلجيكا كوجهة دراسية عليك بالنقطة الأولى ويختر مرنامجاً دراسياً ثانياً تعرف على شروط التقديم ثالثاً المستندات اللازمة إتبادة الهوية بطاقة تعريف فوجة والسفر شهادة التانوية العامة في حال كانت تقدم لدراسة الباكالوريوس شهادة الباكالوريوس عند تقدم لدراسة الماجستر شهادة الماجستر عند تقدم لدراسة الدكتورة طلب تقديم معبثاً معداد تحميله من موقع الجامعات الرسمية شهادة التوافل أو في حال اختيار التخصص يتم تدرسه باللغة الإجازية أو شهادة ديلف أو دالف أو شهادة دوتش في اختار التخصص للغة الهولندية أو الألمانية إتبادة في الرسوم تقديم إلى وجهة رسالة تدفع توضيح سبب رغبتك في دراسة بلجيكا الخطوة الرابع إرسال الطلب الحطوة الخامسة التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الطلب الخطوة الخامسة والمهمة إذا وصلت إلى هذه الخطوة فهذا يعني أنه قد تم قبول طلبك من الجامعة التي اخترتها هنيئاً لك حان الآن وقت تقديم حصول على تأشيرة السفر وإذن الإقامة من أجل السفر إلى بلجيكا خطوة تقديم الحصول على التأشيرة طالما في البلجيكا يحتاج الطلاب من غير الأوروبيين لتقديم الحصول على تأشيرة الطلب قبل حصولهم إلى بلجيكا حيث يوجد نوعان أساسياً من تأشيرة الطلب تأشيرة من فئة C لإقامة قصيرة لأجل أقل من ثلاث أشهر تأشيرة من فئة D لإقامة طويلة لأجل أكثر من ثلاث أشهر في كل الحالتين عليك تعبية طلب الحصول على تأشيرة من الصفر عن قنصول لبلجيكا في بلدك حيث تستغرق عملية مراجعة الطلب وحصوله على الفيزا من 6 إلى 8 سابع والمستندة المطلوبة لحصول التأشيرة هي خطاب قبول من الجامعة البلجيكية طالب الحصول على التأشيرة معبئاً وموقعاً الشهادة الأكاديمية التي حصلت عليه سابقاً جوى الصفر ثاني مفعول لمدة 12 شهراً على الأقل إثبات الكفاية بمعنى أنك تمتلك ما يكفي من المال لتمويل الأفتاة أدناء إقامتك في بلجيكا ويمكن ذلك من خلال تقديم تشوفات لحسابك البلجيكي إثبات حسن السيرة شهادة الطبية وتأمين صحي إثباتها في الرسوم الإدارية والخطوة السادسة للوصول إلى بلجيكا حصلت على قبولك الجميع وتم إصدار تأشيرتك أنت الآن مستعداً للسفر إلى بلجيكا ولم يبقى أمامك سوى حاجة تدكيرتك وهو الإنطلاق في مغامرتك حدد ما إن كنت تريد الإقامة في سكن طلابي أو في شوقات خاصة وانضم إلى منتدايات الطلاب في بلجيكا والمجموعات الخاصة بهم على منصة التواصل الإسنمائي لتتعرف أكثر على حياة الطلابية هناك وتشقى المعارتك اللغوية قليلاً قبل وصول إلى هذا البلد الجديد أهزائي الكرام إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو اضغطوا على زر الجرس واللايك والأبوني لكي يحصل لكم الجديد من المعلومات إلى حلقة المقبلة إن شاء الله السلام عليكم